ليست قصة في أحد الأفلام ولا حكاية تروى في كتاب قصص خيالية بل إنها قد حصلت على أرض الواقع قصة تفجير موكب الأمير الكويت جابر أحمد الصباح الحادث الذي جعل أهل الكويت لا يستريحون في فراشهم ساعة واحدة فما هي قصة التفجير ومن يقبع خلف الستار والجريمة كلمات يرددها الأمير جابر الأحمد الصباح لن نخضع للتهديد ولن نخضع للابتزاز كانت الساعة تشير إلى الرابع والربع فجرا في الخامسة والعشرين من مايو عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين الموافق لشهر رمضان من تلك السنة وفي الصباح الباكر كان موكب الأمير الشيخ جابر الصباح خارج من قصر دسمان متاجها نحو قصر السيف وكان الموكب يسير على الطريق البحري شارع الخليج العربي في الكويت وقد كان الموكب محميا من جميع الاتجاهات وكان يحتوي على عدة سيارات من الحرس الأميري وشرطة المرور فكان الأمير جابر كعادته الجلوس بجوار سائق المركبة وكعادة الموكب الملكي يجب على الأمير قبل الخروج من القصر ودخوله عليهم إجراء بعض الإجراءات الأمنية حفظا على حياته ومن هذه الإجراءات يجب إغلاق جميع الإشارات المرورية في طريق الموكب لمنع تواجد العموم داخل الشارع لحظة مرور الموكب لم يكن يعلم الأمير أنه سيكون هذا فجرا أسودا بالنسبة له ولأهل الكويت فحين اقتربت سيارة الأمير من محطة البترول على نفس الشارع لحظت سيارة الشرطة والتي مكنها في مقدمة الموكب وهو أن هناك سيارة نسان بيضاء متجهة نحوهم فأوهمت الموكب بإعطائه إشارة ضوئية للإنعطاف في وجه الموكب فكان من المفترض أن تقوم سيارة المرور في مقدمة الموكب بإقاف السيارة المشتبه بها ولكن كانت سيارة المرور بعيدة كل البعد عن السيارة فأكملت الطريق مع الموكب متيقنة أن سيارة الحرس الأميري هي من ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بحقها فلم يكن قرار سيارة المرور صائبا ورغم ذلك أكملت سيارة المرور الطريق وأطلق محمد سائق سيارة الحرس الأميري صافرة إنذار لينبه صاحب السيارات الداخيلة وبالفعل قد توقفت السيارة لكنها قد توقفت مقابل الموكب عند المنعطاف فأوهمهم بالوقوف وفور مرور سيارات الأمير يتفاجأ سائق قوة الحرس الأميري باختراق السيارات الموكب واصطدمت بمؤخرات أحد سيارات الحرس الأميري من الجهة اليسرى ولحظة الاستضام كانت الكارثة قد حدثت فقد اندلع انفجار ضخما هز الشارع الخليجي بأكمله فكانت أعمدة الدخان تتصاعد بكل قوة والنيران تأكل الأخضر واليابس والأشلاء في كل مكان فكل السيارات أصبحت مشتعلة ولا أحد يعلم ما الذي حصل فبعد لحظات من الانفجار كان أحد المسؤولين عن مراقبة الموكب يراقب المكان وفورا بعد لحظات من الانفجار تفاجأ سائق السيارة محمد بأن سيارة الأمير قد انحرفت حرافا شديدا عن الطريق وأن سيارة الأمير ما زالت كما هي ولكن وافذ السيارة قد تحطمت بالكامل فأسرع السائق متجه نحو سيارة الأمير ليطمئن على سلامته فاتخذ اتصالا عاجلا وتواصل مع مجموعة من الحراس فاتوا مسرعين نحو الحادث وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة فاتت سيارة الإسعاف والدفاع المدني مسرعين نحو الحادث وقاموا بإخماد الحريق وانتشال الجثث من الطريق فكان سموه الأمير حينها غائبا عن الوعي فنقلوه فورا إلى مستشفى الأمير وبعد ساعات دخل العناية المركزة وكتب الله له عمرا جديدا فبعد عدة ساعات من الحادثة انتشرت الأخبار بالصحف والجرائد والأخبار العالمية ناقلين الخبر فعم الخبر أرجاء الكويت ولم يهدأ لأهل الكويت بالا حتى خرج سموه الأمير على شاشات التلفاز ليطمئن شعبه بأنه أصبح بخير وأنه ما زال على قيد الحياة بدأت المباحث بالبحث في تفاصيل الحادث فكان السؤال الأكثر انتشارا في الشارع الكويتي هل كان حادث مدبرا له أم أنه حادث عادي فبدأ الشعب يتساءل ما هو سبب الانفجار الضخم الذي حصل وهل حقا يمكن أن يحدث كل هذا بسبب حادث استضام بسيط جدا فخرج صاحب السموي وقال إخواني أبناء بلدي قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا صدق الله العظيم لقد علمتم ما حدث في صباح اليوم وأن المؤمن يسلم أمره لله تعالى وأود أن أطمئنكم جميعا بأني بخير والحمد لله وفور هذا الخطاب وصل رجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي لما كان الحادث وبدأوا بالتحقيق ومحاولة الوصول لأي طرف من أطراف القضية التي تعد من أكبر القضايا الجنائية داخل الكويت فتوصلت الأدلة الجنائية إلى أنه لم يكن مجرد حادثا بسيطا بل هي عملية اختيال مدبرة وفي وسط التحقيقات وعمليات البحث المكثفة استدلوا على أنه نالك على بعد 500 متر قطع لحم متناثرة وأصعب عيد وفك أسنان لنفس الشخص وعقب ذلك استدلوا أنه هو الذي اقتحم الموكب وعلى رغم من وجود أصابع الجثة وبعض من خصل شعره لم تستطع المباحث معرفة هويته من بصاماته ولا حتى من خصل شعره فقالت المباحث أن منفذ العملية كان يستخدم 100 كيلوغراما من المتفجرات وقد استمرت الأجهزات الأمنية مستنفرة لفترة زمنية طويلة فكانت جميع أجهزات أمن الدولة يعملون لينا ونهارا لمعرفة من يقبع خلف ذلك التفجير الذي يوصف بالخطير جدا فهو ليس مجرد تفجيرا عاديا بل هو تفجيرا بمحاولة تخصية لأمير دولة الكويت فالقضية استمرت لعدة سنوات متواصلة فبعد عدة أعوام توصلت الأبحاث إلى أن نوع السيارة المفخخة كانت من نوع نيسان داتسون شيري من طراز عام 1982 وكانت مسجلة باسم مهدي رمضان شاه باكستان الجنسية والذي اشترى مهدي شاه السيارة من سمسار في سوق السيارات المستعملة وتم التوصل لهويته من السمسار الذي قام ببيع تلك السيارة وأنه كان هناك عقد بيع وكان العقد يحتوي على صورته واسمه ثلاثي ووظيفته وأيضا جنسيته ولكن كانت المفاجأة أنه لم يكن هناك شخص اسمه يماثل هذا الاسم وأن هذا الاسم مزور فظلت معلومات منفذ العملية غير متوفرة حتى الثالثة من مارس عام 1986 حيث تم إلقاء القفض على أحد المشتبه بهم وكان يدعى علاء وعلاء هو أحد أعضاء منظمة الجنسية المعارض لنظام الحكم في العراق وعقب القفض عليه اضطرت المباحث لاستخدام أساليب التعذيب بحق علاء للاعتراف بكل ما لديه من معلومات وأخيرا وبعد الضغط اعترف علاء أنه هو أحد أعضاء المنظمة وأنه كان ضمن أحد المجموعات التي كانت تتسبب بانفجارات داخل الكويت وبعد ذلك اعترف أنه هو ومجموعات معه كانوا المسؤولين عن تفجير موكب الأمير فاجتمع مع المجموعة التي كانت تضم كل من أستاذا جامعيا يدعى عبد الحسين وطبيب أسنان يدعى مهدي وصيدلاني اسمه وديع ومهندس يدعى عبد الأمير ومهندس آخر اسمه حسين وأنهم قاموا بمراسلة رئيس التنظيم للموافقة على تفجير موكب الأمير فقال علاء في اعترافه أنه قام بتهديد القصر الملكي وإرسال مكتوبا إليهم أنهم سوف يقومون باختيال الأمير إن لم يفرجوا عن بعض الأشخاص المسؤولين على الانفجارات السابقة داخل الكويت الأمر الذي دعى الأمير جابير لمخاطبتهم قائلا لن نخضع للتهديد ولن نخضع للإبتزاز فقام أعضاء المجموعة بالاجتماع لكي يخططوا لتفجير الموكب فقام عبد الحسين بترك عمله وإرسال زوجته للخارج وتقديم استقالته حتى يتفرغ تماما لهذه المهمة وأنه هو الذي قام برسم الخطة وهندستها بالكامل واعترف علاء قائلا أنه قام بشراء السيارة من سوق السيارات المستعملة وحسب شهادة بائع السيارة قال أن علاء أتى وكان معه شخصا هنديا أو باكستانيا وأنه قام ببيع هذه السيارة باسم مهدي رمضان شاه وأن علاء قال أنه يريد شراء السيارة لصديقه الذي كان يقف بجواره وكان من الواضح أن صديقه لا يتكلم العربية فتم عقد البيع وأتممنا الصفقة واعترف على أيضا فقهل أن صديقه وديعه الذي قام بتزوير الأوراق والهويات وتزوير مكان العمل لمهدي شاه وأن هذا الشخص غير موجود أصلا وقال أنه تم الاتفاق على موعد العملية في تاريخ الخامسة والعشرين من مارس عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين الموافق للسادس من رمضان حيث قال اتفقنا على أن نعطي مهدي السيارة ويقوم بتنفيذ الخطة فكانت دافع من هذا الهجوم هو دعم الكويت للعراق في حربها ضد إيران فأرادت المجموعة قتل الأمير جابر الصباح وتم تنفيذ الخطة على ما تم الاتفاق عليه ولكن لم يتوقع أعضاء المجموعة أن الأمير سوف يبقى على قيد الحياة واتضح فيما بعد أن علاء هو ومهدي الوحيدان المتورطان في عملية التفجير وأن علاء قم باتهام أشخاص إضافيين للعملية حتى يخففوا من حكم القضاء عليه وأن عبد الحسين لم يتورط بهذه العملية إطلاقا وأنه كان خارج البلاد طيلة تلك المدة وأنه وديح حينما تم القبض عليه لم يعترف وقال أنه لا يعرف علاء مطلقا وأقسم على ذلك ولكن اتضح فيما بعد أنه مزور أوراقا ولكن لم يكن يعلم أن التزوير سوف يكون من أجل العملية فتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وتم حكم الإعدام شنقا حتى الموت على المتهم علاء وبعدها بعد عدة سنوات تم قفل ملفة القضية بالكامل وحتى وفاة الأميرة شيخ جابر الأحمد الصباح عام 2006 إثر نزيفا في المخ رحم الله جابر أحمد الصباح وأسكنه فسيح جنته وأنت هل تعتقد أن للعملية أفقا أخرى؟ شاركنا رأيك بالتعليقات